السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم مجموعة من الوصفات المبيضة وكذلك وصفات فعالة ستعمل على إعطاء نظارة وتبيض وإشراق لبشرتكم وبمكون متوفر في كل بيت وهو القهوة مطحون القهوة أو مطحون البن القهوة هي كما نعلم لها فوائد عديدة للصحة فضلا عن أهميتها للبشرة وجمالها لذلك تستخدم في العليد من المسكات ووصفات الوجه لتفتيح البشرة وإعطاء نظارة للبشرة وذلك بإضافة بعض المكونات إليها سواء لتنظيف البشرة الدهنية أو القضاء على التجاعد أو حتى الترطيب وكذلك تفتيح البشرة إذن على بركة الله سوف نمر الآن للتعرف على أول وصفة إذن على بركة الله بنسبة لأول وصفة ستعطينا تفتيح وتبيض للبشرة سنحضر هنا سوف نأخذ تقريبا مقدار ملعقة ممتلئة هكذا من مصحوق القهوة أو مطحون البن هنا استخدموا مطحون البن وليس القهوة سريعة الدوبان كذلك سأضيف هنا ملعقة من الحليب الحليب السائل الكامل الدسم أو استخدموا حتى اللبن استخدموا أي يعني حتى الزبادي إذا كان متوفر أو القشدة أبقرية كذلك تعطيكم تبيض وتفتيح للبشرة بعد أن وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة من الحليب السائل سأقوم جيدا بالخلط إلى غاية ما نحصل على خليط يكون متجانس وصفة رائعة وممتازة نخلط جيدا حتى نتحصل على شكل عجينة متماسكة بعد ذلك سنقوم بغسل البشرة جيدا بماء دافئ وهذه الوصفة فهي وصفة ستعمل لكم على تنظيف البشرة وأيضا إزالة الرؤوس السوداء بعد تنظيف البشرة أو غسلها بماء فاتر سنأخذ كمية من هذه الوصفة وسوف نبدأ بتوزيعها على كامل البشرة فقط نستثني منطقة تحت العينين لأنها منطقة حساسة ولا يجب أن نقوم بتقشيرها فقط يمكنكم أخذ كمية بهذا الشكل ثم وزعوها فقط على منطقة تحت العينين بهذه الطريقة يعني لا تقوموا بالفرق بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي ستقومون تقريبا بالفرق مدة دقيقتين ثم أتركوا هذا الماسك مدة ثلاث ساعة تقريبا بعدها قوموا بإزالته وذلك بغسله بالماء البارد ستعطيكم هذه الوصفة تنقية للبشرة ستزيل الرؤوس السوداء إذا كانت في الأنف أو الدقن أو الجبهة كذلك بالإضافة إلى أنها ستعمل على تفتيح بشرتكم سوف نمر إلى الوصفة الثانية سنحتاج فيها هنا إلى ملعقة كذلك من مطحون البن أو مطحون القهوة نضع تقريبا مقدار ملعقة ممتلئة وكذلك سنضيف هنا الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون السكر وبدون نكهة سأضيف تقريبا مقدار ملعقة من الزبادي وسأقوم بالخلط جيدا بنسبة لهذه الوصفة فهي وصفة مبيضة بامتياز سأضيف لها مكون آخر سوف يزيد من فعالية هذه الوصفة وأيضا سوف يعطينا تفتيح كذلك سأضيف هنا سأضيف كذلك كمية من الزبادي حتى نتحصل على القوام الذي نريده بعدها سأضيف النشا نشا الضراء أو ما يسمى بالميزنا هو مبيض وكذلك سوف يعمل على سد المثامات المفتوحة سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من النشا النشا مبيض ممتاز فعال جدا جدا في تبييد البشرة يعطيها تبييد كذلك تفتيح لدرجات ونقاوى أيضا لأنه منظف للمسامات سوف يعمل على التقريل من الزيوت بالخصوص دوات البشرة الدهنية فهو صالح لدوات البشرة الدهنية بعد أن نقوم بالخلط جيدا ونتحصل على خليط يكون كريمي على بشرة تكون نظيفة سنقوم بتوزيع هذه الخلطة نقوم بتوزيع هذا الماسك بالنسبة لهذا الماسك وزعوا حتى على منطقة تحت العينين إذا كان لديكم تحت العينين سويدات أو هالات سوداء أنصحكم باستخدام هذه الوصفة لأنها وصفة فعالة وكذلك ممتازة والمكونات هي كلها طبيعية وأيضا آمنة جدا اتركوها تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشربها البشرة بعدها ستقومون بغسل بشرتكم بماء يكون فاتر ثم في الأخير بماء بارد لغلق المسامات وصفة ممتازة رائعة جدا وستعطيكم نتائج أكثر من رائعة والآن سوف نمر إلى التعرف على الوصفة الموالية التي إن شاء الله سوف تعطيكم تفتيح وكذلك ترطيب للبشرة بالإضافة إلى أنها سوف تعالج التجاعد لمن يعاني من تجاعد على البشرة الوصفة الموالية التي سوف تعالج لنا التجاعد والخطوط على البشرة سنضيف لها كذلك مقدار ملهقة من مطحون القهوة أو مطحون البن كذلك سنضيف مكون مرتب للبشرة وأيضا مضاد للأكسدة ويحارب أيضا الجذور الحرة هو مكون طبيعي ممتاز وهو العسل سنضيف تقريبا مقدار ملعقة من العسل الطبيعي وسوف نستمر في الخلط جيدا حتى تتجانس لنا المكونات مع بعض بالنسبة لهذه الوصفة مغدية للبشرة ترطب كذلك البشرة وتحارب التجاعد والخطوط أو الخطوط التعبيرية التي تكون على البشرة بالنسبة لهذه الوصفة أنصحكم بتطبيقها بشكل يومي لأنها ستعطيكم ترطيب تغدي بشرتكم تحارب أيضا الشيخوخة المبكرة بالنسبة لهذه الوصفة فهي تصلح لكل أنواع البشرة حتى الحساسة منها كذلك أنصح باستخدام العسل أيضا هذه الوصفة لمن لديها حب الشباب العسل وكذلك مطحون البن هو مضاد للالتهابات سوف يقضي على مشكلة حب الشباب وأيضا آطار أو ندبات حب الشباب بالإضافة إلى أنها تحارب التجاعد بامتياز سوف نأخذ من هذه الوصفة تأخذون منها بشكل يومي يعني يمكنكم عمل كيمية كبيرة واحتفظوا بها في علبة محكمة ثم احتفظوا بها في أي مكان ليس في التلاجة يعني في أي مكان يكون جاف وابدأوا باستخدامها بشكل يومي ووزعوها على كامل بشرة الوجه أيضا المناطق التي بها التجاعد مثل تحت العينين حول العينين أيضا تجاعد حول الفم فهي تقضي بامتياز على من لديها تجاعد حول الفم أنصح باستخدام هذه الوصفة لأنها وصفة قوية جدا وعن تجربة العسل مغدي مرطب للبشرة أيضا سوف يفتح حتى تلك البقاع التي تكون على البشرة أو ندبات حب الشباب وصفة ممتازة طبيعية 100% كذلك آمنة ممكن للنساء الحوامل اللواتي يعانون من الكلف على بشرة الوجه أنصح باستخدام هذه الوصفة فعالة وممتازة إذن حبيبتي اليوم شاركت معكم مجموعة من الوصفات الطبيعية الممتازة أتمنى بطبيعة الحال إذا أعجبكم هذا الفيديو أن لا تبخلوا علي بدعمي بالضغط على زر لايك أيضا إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك مع تفعيل زر الجرس إذا كان لديكم أي سؤال تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا فقط أتركوا لي طلباتكم وأسئلتكم في التعليقات إن شاء الله سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء